السلام عليكم عبارة عن طلعة هنا كنا رايحين للمطعم مطعم قديم مطعم تركي قديم بالعليا اسم السرايا وبيكون في مشتريات وترتيب للثلاجة وهكذا للمشتريات هنا كنا جينا نتغدى بالمطعم هذا فيه اللهم اصلي على محمد أكل تركي يعني كان حلو طبعا أنا نسيت الله اصلي على محمد داهم من الغثيان حق الحمل وتعرفون يعني وشي يصير بعد الغثيان فما صورت لكم الأكل مع الأسف بس حنا أكلنا يعني طلبنا مشويات وطاجن أو مدري فخار دجاج وكذا أفضل شي صراحي كان المشويات المشويات جدا لذيذة هنا جينا نشتري وحبي توريكم الحافلات حق الرياضة اللي خلاص صارت تشتغل رسميا كان نصفات كذا ممكن خمسة وربعة مدري ليش جينا للتميمي لأن التميمي عندهم يعني أشياء أفضل من غيرهم يعني مثلا عندهم البطيخ مقطع كذا أشياء مقطعة بحيث ما أشتري أشياء كبيرة يعني مثل البطيخ أو الجح بالقصيمي يجي كبير يعني علينا حنا شخصين بس يخرب وحنا ما خلصنا فزي ما تشوفون هنا فيه يجي شرائح مقطع شرائح ويجي مقطع مربعات ومعلب هالمرة أخذت شرائح حسيته أفضل من المربعات وأخذت الشمام مربعات وخذت فح سكري وعناب هذا بالنسبة للفواكه وخذت خيار وطماط لازم لازم في كل مشترياته أنا طلعت مع ريان ولا هو جابهن لازم خيار وطماط هذا شيء أساسي عندي يعني بالنسبة لي الخيار مر شيء مهم بالبيت وفلفل رومي كان حقهم الفلفل الرومي مر حلو والعجيب أنه أغلب المنتجات مكتوب علي أن من القصيم مر استانست على هذا الشيء الصراحة هنا قاعد توريكم أنه الكلاجة حق الشركات يا أخي أبدا ما يشهي تشوفون صراحة يعني ما يضبطونه أبدا مدري مدري ورا هذه المخبوزات حق التميوي كنت كان ودي أخذ بس تبدو ناشف أشوفوا حتى الوفل يبدو ناشف ما هو بزي بند بنده يجي طازج وتوه مخبوز مرة حلو هنا كنت مستغربة وناقد أنه فيه دماء بنص كذا يعني المواد الغذائي استغربت المكان وطبعا هذا واحد من الوحام اللي عندي مراشته سكيتلز فأخدت يثاث حبات والبهارات هنا أنا عندي بهارات بس كنت أحتاج فلفل أسود حب يعني أخدت واحد وخدت هذا الكتشب شوفه سعره 17 وهو 900 جرام يعني حول الكيلو أرخص من الباقي كله طبعا وريتكم العربية وطلعنا من التميمي هذا جنب التميمي محل كنافة لذيذ لذيذ جدا راح أرجع أخذ منه بإذن الله هذا بالسيارة خذنا ناكله بالسيارة بالجبن أخذناك ونافى بالجبن معشيرة تاب هذا خلاص من بكرة الصبح يعني لما رجعنا بس دخلت الأغراض زي ما هم بثلاجة ونمت لأنه خلاص كنا متخرين ونعسانة وقلت إذا قمت الصبح راح أرتب إن شاء الله هالمطبخ هو المطبخ ما كان فيه موعين ومن هالقبيل يعني كان فيها إنه مغسولات وبوريكم المشتريات يعني هنا قاعدت ترتب الفوطاش المنشفة أشيل من عليها اللي أنا غسلت بله ذول الأغطية حقات المنظيمات غسلتهم عقوا بالحال هن علشان ينشفهم على راحتهم وخليت هنا على جمع علشان يعني بنظم معكم برفعهم فوق بالراف علشان إن شاء الله المقطع الجاي راح أنظم معكم المأكلات يعني هنا قاعدت تسويلي قهوة القهوة هذه الأظروف بالبندق جدا جميلة تجي بارد وتجي حار هم طبعا مسوين أن تجي بارد بس أنا سوي حار وتضبط لو سويتوها بدون حليب سواء سايل أو بودرة ترى راح تطلع سودة لونة أسود هي لكن أنا أضيف عليها حليب بودرة إذا ما عندي سايل إذا عندي سايل أسخنه على النار وأسوي فيها القهوة مباشرة بدون حليب هنا بدي أتوريكم والشي اللي شريتهم أو شي جبت بطاطس وجبت حبتين دجاج حنا عادة حبتين دجاج تكفين على أسبوع نص 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 وجبت لبنة لبنة صغيرة على قدي وهذا أش اسمه زبادي أكتيفية بالتوت مشكل وبالفرع ولأ أحبهن كوجبة خفيفة وحبتين زبادي ما أكثر من أي شي أي شي أجيبه ما أكثر منه عشان ما يخرب وهذا البطيخ زي ما قلت لكم طبعا من ضمن الوحام اللي جان البطيخ ما رأشته أول جح ما درعش تقلب له جتيذة مني بديت أسجل وجبت كيس توست واحد وجبت اثنين زيتون كوبوليفا بالحب اللي بالحب ألذ هذا كان عليها عرض الجبن أخدت واحد أبيض واحد أصفر وهذا الكاتشب اللي قلت لكم سعره 17 أرخص بكثير من باقي الأنواع وهذا حجمه يعني كبير 900 جرام 907 وخدت مرتديلة طبعا هنا كنت مساوية منه فطور لنا فننقص بس قلت بوريكم أني جبته يعني طبعا اكتشفت أنه أفضل شركة دجاج بالرياض يعني اللي هي رضوة مرة حلوة وجبت بيض رحيمة تجربته قبل وكان حلوفة جبت منه نفس الشركة يعني في الفرومي حبتين للبيتسا وعناب بس ما كثرت لأنه ما يصلحه كثرة أنا وانا حامل بس أني اشتهيت وفخدت جبته شوي يعني حيث قسمه على الأيام وجبت حبتين تفاح برضو نغلب الأشياء بتلاحظون أنه حبتين 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 ثلاثة علشان ما يخرب أي شيء أكره أنه يخرب الشيء وكوبه وجبت نعنع هذا كان من القسم اللي فيه منتجات قصيمية ريحت وفايحة تبل وجبت أربع حبات تونة طبعا أنا غلط مفروض ما أكثر من التونة ما أكل تونة لأنني حامل والتونة فيها زئبق بس الأغلب يعني أنه الريان مولي يعني أنا أكل شوي بس أخفف ما أكثر وجبت شابورة وبس هذه كانت المشتريات هنا أوريكم الثلاجة قديش يحوسه وفيه أشياء مثلا مخلصة صلاحيتهن أو أشياء مفروض يطلع أن يعني خلاص باقي شوي بالعلبة وخلاص فقلت برتب الثلاجة بما أنه ما عندي تنظيف بالمطبخ برتب الثلاجة زي ما تشفون كذا حوسة ما هي وصخة بس حوسة مليانة أشياء ما لا داعي يعني هنا بديت أرتب الباب أول شيء طلعت اللي داخل الثلاجة وبديت أطلع اللي بالباب حطيت الدرجة اللي مو بالدرجة الرفة اللي فوق يمين حطيته للأدوية وهذا مخلط جديد يتسويه يعني في ناس سمونه مخلط في ناس سمونه مجمع ما أدري شو تسمونه بس كذا علاج شعبي يعني وحطيت الحبوب والسلبة ديون والاشياء ذي ويسار في هذي الصابين حقتي حقة وجهي ما استخدم غسولان الوجهي ولا استخدم إلا صابونه وكريم فقط واستخدم هذي الصابون اللي لونه برتقالي شفتوه هذه البيضة هذي حق الجسم والرفين اللي تحت فرغتهم برضو هذا المكان الصابين ما غيروا الصراحة دائم هنا فما طلعتهم نفسهم نفسهم المو اللي تحت هذي أربع علاب حنا عندنا براد وفلتر زي ما شفته قبل بس هذول اللي نحطهم عندنا في حال جانا ضيوف أو أحيانا إذا جبت عاملات يرفضون يشربون من الفلتر يقولون نبي قوارير فأنا أعطيهم من هذول يعني اللهم صلي على محمد كذا لازم تشون خلاص فرغت ما باقي إلا طلع الخضار وبعدين بجيب حق الزجاج الملمع وبمسح فيه لأن ما فيه شيء تدعي صابون يعني هنا خلاص أنا مسحتها الحالي طبعا الزجاج لأنه ما قدر أمسح مع الكاميرا بيطلع وجهي كل شوية ويبتعب بالتغطية جبت هذا المنظم حق البيض وبديت أصف فيه هو مر حلو تمام بس أنا سويت غلطة كان المفروض أني أدخل المنظم الثلاجة قبل لأبدأ أنظم فيه لأنه الحين حين بتشوفون إش صار لأنه إذا جيت أدخله لازم أميله ما أقدر أدخله بشكل مستقيم بما أني بحطه بالباب فلذلك مع الأسف يعني طاحت حبتيه وانكسرت فقلت هذا الدرس لي المرة الجاية ما رح أطلع المنظم من بره الثلاجة بعبيه وهو بالثلاجة كذا خليه بالباب خلاص هذا مكان البيض وأعبيه أو زي ما قلت لكم هو ياخذ طبق كامل كل راف ياخذ عشر حبات فعبيت الطبق كامل وخسرت حبتيهم مع الأسف كذا طاحن بالأرض وانفقعا تماما يعني ما أمدان أني أنقذهن أو أخذهن واستخدمهم بشكل مباشر سيما تشوفون كذا خلاص امتلا أيوا شوفوا هنا طاحن الثنتين اللي تحت هنا مع الأسف بس خلاص كذا بثبت مكانه وخلاص أصير بس أعبيه هنا خلاص عبيت الثلاجة كاملة رتبتها فوق حنا نحط الحليب بولي بالله لأنه صراحة مدري ليش بالرف في الوسط يطلع ريحه ويخيس يعني الخضار ما أحب أخليهن بكيستهن يخربن بسرعة فأنا أضلمهن بهذا الشكل بتدرج حق الخضار هذا فيه نعدل الرطوبة ومدري شو نسوي بس ما أفهم عليه بس أنه حلو يعني الخضار وهذه كل الأشياء اللي أنا طلعتهن راح أفرزهن وشوف المنته واللي منتها والدجاج راح أنضفوه قطعوا معكم إن شاء الله هنا فيه كومة كياس مدري دائما أتجلهم للكياس دائما ساحب عليهم عندي أصلا مرة مرة كياس كثير ما أدري ليش تتجمع عندنا للكياس طبعا جبت هذا حق الغسيل من ما لقيت داوني عند التميمي فأخذت حق التميمي نفسه شوفوا هو كريحة مرة حلو حلوة الريحة بس شوفوا مرة موية مرة سايل مهوب جل يعني مهوب زي داوني في قيلة شوي هذا مرة سايل بس الريحة حلوة الريحة ما يبشينا أبدا حلوة عطرة ويشبه داوني مرة هنا أبنظف الدجاج كم مرة أجرب أدخل الدجاجة كذا زي ما هي يعني بعدين إذا جيت أطبخه أعاني لأن أنا مرة أطبخ دجاجة كاملة هذا واحد الشي ثاني إن الدجاجة تحتاج تنظيف مستهيل ما أقدر أطبخه بدون ما نظفه أتقرف لازم أن نظفه لازم أشيل الشي اسمه اللي بالداخل هذا اللي لونه أحمر بوريكم إياه الحين والشحم اللي على الجوانب بالدهون ولا شيء هذي لازم أشيلها فعاني إذا صارت ثلج لازم أطلع كاملة تسخن بعدين أقصة وأخذ جزء منها وأرجع الباقي فقلت داما أصير يعني وهي وهي باردة لسه مثل جات أقبع وزينا طبع دجاجة رضوى جدا جميل نظيف راح تشوفونا حين من داخل يعني ما في تخيلوا كده أفك الكيس ما في أي ريحة تزفرة مرة نظيف حلو بس أكيد طبعا كأي دجاجة بالعالم لازم يكون فيه هذا الشيء اللي هو هذه الزوائد اللي تصير تحت الفخ تعرفونه في ناس يعتقدون إنه هذه كبدة الكبدة وش تسوي تحت الفخ ما هي كبدة ذي هذه مدري وش يصراحة الشياء ما هي حلوة يعني إذن طبخة يطلع لونة زي الكبدة يصير لونة بني كأنه دم تخثر أو شيء زي كذا فلازم أقصه أنا مرة ما أدني وأتقرف إذا شفتم من طبخ يعني هنا اكتشفت إنه المقص أحسن من السكين فصرت أستخدم المقص وهنا كان فيه شوية ريش فنتفته طبعا أخليهن بجلدهن لأنه أحيانا أنا أطبخه بجلد وأحيانا بدون فإذا أنا أبي بدون وقت الطبخ أشيله أصير خاصة مطلعتها ما يبيلي إلا أني أشيل الجلد سهلة شيلة الجلد سهلة زي ما تشفون هنا أشيل الزوايد كلها اللي على الجوانب واللي بالطرف ما ديش أتسمو نحنا نسمي أذنبه أيواش فتو هنا هذه الزوايد اللي هنا تحت الفقص رح أشيلهم كلهم بس ما أقدر أشيلهم قدامكم لأني أخذ الدجاجة كلها جهة السلة السلة الطعام وأفرغوا على طول مباشرة على سلة الطعام لأنه يتنتف هو ولا أما أبيه يروح بالمجلة يعني رح ينشب السلة هذيك وقمة القرى في الصراحة هين بديت أقطع الدجاجة الثانية نفس طريقة الأولى والشي قطعه نص نص وبعدين أنظف داخل ومن الجوانب وخلاص أكيس كل نص الحاله ووقت الطلخ يعني ووقت اللي أبي أطبخ بالدجاج أصير بس أطلع نص وأخلي يسخن على راحته يعني مثلا أنا إنسانة صباحية وأقوم الصبح وبالمناسبة حاليا نقعد أسجل لكم الساعة 6 ونص الصبح فإذا طلع إذا قمت الصبح وبديت أسوي الفطور أطلع الدجاجة هاللي أبي أطبخه بالغداء مثلا حينما ما عندنا غداء الصراحة عندنا غداء عشاء نسميه غدعش يعني أسوي وجبة وحدة وجبة وجبتين هي فطور بس يعني بالنهار والليل وجبة وحدة تكون وقتها المغرب لأنه حسب يعني رجعت ريام من الدوام عرفته فطبعا هنا خلاص نظافت وبس ساله كله وشلته وطلعت كل هذه الزوايد وبدون غسل طبعا ما رح أغسله بوقته هنا غسل هنا بديت كيسه واحدة واحدة وهنا زي ما تشاهوني خلاص 104 كاس ورحت ودخلته بالفريزر كله بعدين تذكرت أني بسوي الغدع عشاء هذا فطلعت نص ثاني وغسلت وخليته بالطاسة وهنا بجهز الكابسة كان الطان معي بسوي رز يعني ماسكي معي يمشتهي رز هذا اللهم صلع محمد اللي يكون شي منطبخ الحال يعني أول شي أطبخ الدجاج وبعدين أخذ ماء الدجاج وأطبخ الرز يعني هو كابسة عرفته هنا جهزت هذا كشنة الدجاج وجبت القدر وحطيت هم فيه طبعا ما وريتكم نتيجة الطبخ بالنهاية ما وريتكم إياها الصراحة لأنه شلف يعني تعرفون وشو تعرفون الدجاج والرز بسيط وسهل فقلت بدل ما أطول المقطع يعني خلاص يكفي أوريكم بس أنا أكشن للدجاج وأنا غسل الرز وبس وعلا زي ما تشفون هنا الدجاج مرة نظيف مرة حلوة ترى يعني ما نقعت لا بخل ولا سويت لا أي شي ما به هذه بقع الدم ولا الكدمات في بعض نواع الدجاج يصير به كدمات ما ندري ليش أتقرف منه ولا أقدر أكل الله يكرم يعني وانا أشوفها وانا تنطبخ ما أدري ما بس هذه مرة جازت لي حطيت ملح وبهارات وفلفل أسود حب وزيت زيتون وخلاص أشب عليها وأشغل على النار تغلي إذا غلت النار أصب إذا غلت النار استغفر الله إذا غلت الموية أصب الموية تقريبا اللي غطي الدجاجة وخلي الدجاجة تطبخ لمدة 45 دقيقة إذا مو كاتم إذا مو كاتم يعني يقدر كذا خلاص 45 دقيقة كافية بعدين أطلعه وأخليه تنشوي وأكبر الرز على نفس الموية بعدما أصفيه من الكشنة طبعا يعني طلع البصر الطماط والأشي هذي وهنا كنت أغسل الرز هذه مار رجزة طلبتها من شيئ خلاص اعتمدت على الرز ما يكب الرز إذا جيت أصفي الماء وعلى قدنا هي الصراحة حجمة صغيرة يعني العوائل الكبيرة ما تنفعلهم هذه تكفي عوائل صغيرة زينا زي ما تشوفين هنا بدأ يبقبق الزيت مع المو اللي نزالت بهذا القدر هذا دائما يكون كافي إنه يصير يمغطي الدجاجة بشوي عرفتو بحيث فيه من أجزاء الدجاجة طالع وخلاص إذا نخليه على النار عالية ليه ما يبدأ يغلي إذا بدأ يغلي نقصره على تحت خمسة ربعين دي يو بس والله مع السلامة